الله فيكم أحسن إليكم هنا سؤال للأخ الكريم أبو عبد الملك يسأل عن إعداد الطالب البحث في أن يستأجر شخصا ويعد له البحث ويكتبه ويبحثه ثم يقومه بفقط مراجعته والتدقيق عليه ويدفع لمن كتبه مقابل شهري وهذا الطالب طالب جامعي هذا العمل لا يجوز لأن فيه غشا لهذا الطالب هذا الطالب ما أعطيه هذا البحث إلا لأجل أن يستفيد وأن يتمكن من مهارات البحث العلمي وكيف يتمكن مهارات البحث العلمي وهذا البحث يكتب له فالآن لم يطلب من هذا الطالب أن يكتب هذا البحث لأجل أن يخرج مؤلفا أو يخرج منتجا علميا لا إنما طلب من هذا الطالب أن يكتب هذا البحث لأجل التدريب والتمرين واكتساب مهارات البحث العلمي فإذا كان بسيأتي بشخص يكتب له هذا البحث فهذا لا يحقق الهدف من هذا المقرر ولذلك فهذا العمل عمل محرم ولهذا إذا علم الأستاذ بذلك تجد أنه يعاقب هذا الطالب ولا يرضى بهذا فهذا العمل محرم ولا يجوز بالنسبة للطالب ولا بالنسبة للذي يكتب البحث ويستثنى من ذلك الأشياء الفنية الأشياء الفنية مثل مثلا أمور التباعة أو الفهرسة أو الغلاف أو نحو ذلك هذه لا بعسبة أمور فنية أما الأشياء العلمية هذه لا بد أن يتولها الطالب بنفسه لا بد أن يبحث بنفسه حتى يكتسب مهارات البحث العلمي وحتى يحصل التمرين والتدريب الذي هو الغرض الأساس من إقرار هذا البحث نعم بارك الله